موسيقى الله معكم احبائي صباحا كنت عم بقيت تحكيكم عن التقدم الروسي او الهجوم الروسي اللي عم بتشنه الوات الروسية محور من كوبيانسك حتى كريمينايا حكيتكم عن الاتجاهات اللي عم بتهاجم فيها حاليا الوات الروسية مثلا قلت لكم عم بتهاجم بطريقة توسع الاتجاهات ما تتكل تهاجم من منطقة واحدة ومن قرية واحدة باتجاه الغرب عم بتجرب تهاجم بكامل هذا امتداد هذا المحور وحاليا عنا سيطرة الوات الروسية بغرب قرية رايوروتكا بالمنطقة هون البلون الزهري سيطرت عليها الوات الروسية وعم بتحاول تتقدم باتجاه قرية نادية اما جنوبا فعنا محور عم بتشتغل في الوات الروسية بكسافة بكوفاليفكا وكرمازينيفكا ونوفوفوديان حيث تقريبا اليوم ونصف الماضي سيطرت الوات الروسية على هذه المنطقة وبالامس وحتى اليوم سيطرت على كامل هذه المنطقة هون بغرب كوفاليفكا وغرب كارمازينيفكا وشمال غرب نوفوفوديان مثل ما شايفين المنطقة واسعة بعض المصادر الروسية عم تعلن سيطرت الوات الروسية على نوفو جوريفكا ولكن حتى اللحظة ما في أي سيطرة ما دخلتها للقوات الروسية إنما القوات الأوكرانية سحبت منها فبقت بالمنطقة الرميدية في حال صار أي سيطرة جديد أنا مساءً برجع بحط فيديو وبخبركم إذا سيطروا لقوات روسية دخلتها للقوات الروسية أو إذا رجعوا لأوكران الهجوم واستعادوا السيطرة عليها هذا كله بخبركم عنه بالتطورات القادمة أما ببقية المحاور كان في هذا بمحور كليمنايز فاتوفو أما ببقية المحاور فبعد المعارك مستمرة بمحيط كليشيفكا القوات الروسية عم بتجرب تحمي كليشيفكا وتتراجع رويدا رويدا مثل ما قلت لكم سابقا لتشكل خطوط دفاعية بالمنطقة تحمي فيها مدينة بخمط من الجهة الجنوبية كلمة تدخل القوات الروسية من الجهة الجنوبية مثل ما بتعرف الرجوم على كليشيفكا واندرييفكا والمعابر هدفت دخول من هذه الجهات إلى جنوب مدينة بخمط أما من الجهة الشمالية فأيضا بعد المعارك مستمرة ولكن ما في أي تغييرات حتى اللحظة لويت الأوكرانية عم بتجرب لكا بكطاعة بخمط من هذا المحور من الجنوب من برخيفكا وياهيدني من أرخيفو فاسيليفكا بتجاه ديبوفو فاسيليفكا عم بتجرب تتقدم على طول هذا الامتداد وعم بتجرب تتقدم من شمال بخمط مثل ما حكينا سابقا بتجاه خطوط الدفاع الرئيسي للويت الروسية بتجاه كوفليفكا بيلوريفكا وبيريستوفي على هذا الخط حاليا مثل ما هي ما في أي تغييرات بخريطة السيطرة بمحجم دونس كان في معارك وضغط أوكراني خفيف أو طفيفي زي بنقول مش هالقد كبير باتجاه يوروزين تمت معارشته من قبل القوات الروسية هاجمت للقوات الأوكرانية ولكن ما قدرت عملت شيء مجموعة صغيرة كانت أيضا كان في الضغط باتجاه ستارو مايورسك أيضا ما كان في أي نتيجة إلا تم التصدي له من قبل القوات الروسية أيضا باتجاه بريوتنا كان في مجموعة صغيرة هي عم بتحاول تهاجم إلا أنه أيضا كمان ما قدرت تعمل شيء باتجاه بريوتنا أما بيحل منطقة زابوروجي فالمعارك بعدها مستمرة باتجاه الروبوتيني القوات الأوكرانية عم بتجربت تضغط ولكن دون أي نتيجة حتى اللحظة مثل ما قلت لكم صباحا عم يجربوا يعملوا عمليات الغيم على كامل هذه المنطقة اللي سيطروا عليها بقوة عم يجربوا يلغموا بشكل كثيف جدا لحتى يمنعوا أي هجوم مضاد للقوات الروسية مستقبلا يستعيدوا في السيطرة على المواقع اللي خسروها أحبقي هذا بخصوص أوكرانيا بمحيط أوكرانيا مثلا تلك كان في زيارة الرئيس بيلاروسيا إلى موسكو أيضا غدا رح يكون في اجتماع برئيس بيلاروسيا والرئيس بوتن طبعا هذه الاجتماعات عم ينحكى فيها بشكل ساخر الرئيس بيلاروسيا المحيطية واغنر عم بتجربة تضغط على القوات عم تضغط عليه حتى يعملوا رحلة بتجاري زوسو وورسو بولندا أحبا بجعب ذكركم أنا على قناة التليجرام بتمنى تنضموا علي وأنا حاططها بعشر حزيران يونيو أعلن رئيس واجنا عن رحلة إلى بولندا وقال العرض ساري حتى تمامينة وعشرين حزيران يونيو فلذلك الطرفين استخدموا كلمة رحلة إلى بولندا الطرفين عم يقاروها بشكل ساخر فحطوا ببالكن أنه حتى الرئيس رئيس بلاروسيا حاكم عليه سبوتن وقال له غرب أوكرانيا ما فينا نخليه يكون تحت إيد غريبي بمعنى تحت الإيد البولندية وطبعا اللي بنتابع الحرب شايف كتير فيديوهات شايف كتير تعارير عن نية بولندية للسيطرة على غرب بولندا أو دخول قوات حفظ السلام تتألف من قوات ليتوانية وبولندية وإلى آخره والطرفين عم يشتغلوا بمحيط بلاروسيا فخلنا منتظرين لوين ممكن تأدي هذه الأمور لوين ممكن توصل نتيجتها هذا كله منحكيه بس يصير خلكم تابعين معي لا تنسوا تعملوا تشتركوا بالقناة إذا أول مرة عم تشوفوا الفيديو وبتمنى تتفعلوا مع الفيديو بلايك وتكتبوا إعراءكم وتعليقاتكم وتشاركوا لينضم أصدقائكم إلينا هذا كان كل شي حتى اللحظة أحباي بتمنى بشكركم على محبتكم وفئتكم ودعمكم وإلى اللقاء بفيديو آخر ودعا